تعملي مبادرة زي كده وتبدأي تحكمي وتتكلمي مع عائلات بينهم وبين بعض طار قديم ودم زي ما كنت بتقولي حجم القبول قد ايه لفكرة ان المحكمة تبقى سيدة او فتاة صعي ضيبة اما سيدة بس بميت راجل ده لا ليه بميت راجل او انا ضد حتى فكرة القياس بانها تبقى بميت راجل هي سيدة سيدة ميت فل كمان لكن شوفي انا عارف كويس جدا السيدة في الصعيد في صورة ذهنية غلط بتطلع في الافلام سيدة في الصعيد دي يعني حاجة كبيرة اوي 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 وليها ايمة كبيرة اوي جوه كل عيلة وبالذات الكبيرة اللي بتبقى موجودها في العيلة مثال مسألة هل الناس متقبلة انه يشوفوا فتاة من اهليهم هي اللي بتحكم وكلامها ماشي هو ربنا اللي وضع القبول مش الناس اللي هي بتتدبل او لا انا لجيت نفسي في الموضوع ده يعني مش عاوض اقول لحضرتك عن طريق الصدفة انا باحضر كان عندي الشغف الكبير ان انا احضر صلح طار في 2013 في محافظة جنة مركز ديشنة كان شغف كبير ان انا احضر وشوف ايه الكفن وايه الاجواء بتاعت الصلح وطار ورحت احضرت فالناس بيجي تقولي ازاي بنته وتحضري وكمان يعني محافظة جنة من المركز المتشددة من الصعيد الجواني فارحت احضرت الكلام ده كان في 2013 لكل الناس اللي حضرها كرجال استغربوا ازاي بنت وحضرها في صلح فالناس كانت في استغراب شديد من بعد اللحظة دي وحصلت كانت خصومة ما بين عائلتين كان سعيدني فيها الواق مجد القاضي كان مدير امن قناة الاسبق وهو يعني الاب الروحي للمبادرة والاب الروحي ليه وكان وقتها العقيد العميد هشام الحواحي كان نائب مأمور طبعا فرشوت جسم فرشوت محافظة جنة فساعدوني كتير في انهاء الخصومة دي ومن بعدها يعني كانت كمان الانطلاقة كانت بقوة